اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس والدروس القادمة راح نشتغل على sending email على مود نقدر نرسل email في node.js نحتاج package اسمها node.mailer لازم نعمل install لهذه المكتبة في مشروعنا على مود نقدر نرسل email للمستخدمين اهلا الدكومنت الرسمي للنود ميلر تقدرون تجون وتغرون هذا الدكومنتيشن وتعرفون اكثر عن هذه المكتبة اعمل copy لهذا الكماند npm install node mealer copy وافتح visual studio code افتح new terminal cd back end لازم نعمل install لهذه المكتبة في back end جدا مهم ctrl v وأضغط على enter npm install node mealer في back end تم تحميل مكتبة node mealer اصدد ترمينال اجي في back end اعمل new file في folder utils وسمي send email اريد اكتب sending email function في هذا الفايل وفي اي مكان من مشروعنا يعني في ال back end اذا احتاجينا ان نرسل email رح نعمل نداء لهذا الفاكشن فاول شي اعمل import للnode mealer يساوي require node mealer المكتبة اللي عملنا لها install اكتب module.export يساوي async وهذا الفاكشن يريد مننا بعض الاشياء ال user email وال subject وال html template يعني في اي مكان اذا احتاجينا هذا الفاكشن لازم نعطيه ال user email وال subject وال html template اكتب try و catch في catch رح اكتب console.log error على مود اشوف ال error في console واكتب through new error واكتب ال error message internal server error بين القوسين node mailer على مود نرسل email لازم يكون عندنا email service رح نستخدم الجيميل ك email service مالتنا لان الجيميل مجانية وكلكم عدكم وحتى لو ما عندك جيميل تقدر تعمل new جيميل يمكن في اقل من دقيقتين فرح نستخدم service مالتنا gmail فلازم نحدد service اكتب canals trans porter يساوي node mailer dot create transport وافتح object في هذا function اهنا لازم احدد service اكتب service multi gmail ولازم اعطي gmail address وال app password فاكتب auth افتح object بيها user ال user يعني your gmail address وال pass يعني app password اهنا نكتب gmail address يعني على سبيل المثال yousef at sign gmail dot com وهنا لازم نكتب app password ال app password رح ناخذ ها من google يعني هذا gmail رح يكون sender اكتب هنا sender رح يرسل email الى المستخدمين مال موقعنا فحددنا service وال user وال password ولازم نكتب هاوين في node mailer dot create transport وهذا يرجع لنا transporter رح نحتاج هذا ال transporter على مود نرسل email بعدين جواها لازم نحدد mail options يعني شنو mail options يعني كل email اللي نرسلها يكون بيها subject العنوان يكون بيها html template يمكن تريد ترسل html template الى المستخدم بيها from property from يعني السندر السندر هذا اللي يرسل ال email وايضا to لمن ترسل هذا ال email to ال user email فهنا اكتب conost mail options يساوي new object اكتب from ال from يكون نفس هذا ctrl c واخلي هنا to user email user email ال user email ناخذها من parameter subject ايضا ناخذها من parameter وبعدين عدنا html ناخذها من parameter html template هذا الشكل حددنا ال mail options وبعدين نقدر نرسل ال email انزل اكتب conost info يساوي await transporter dot send mail واعطي ال mail options بعدين اعمل log لل info اكتب email sent زائد info dot response هذا ال info الجواب اعمل log في الكنسول على متشوف المسيج جميل بهذا الشكل نرسل email في node js في اي مكان في مشروعنا اذا ردنا نرسل email مجرد نعمل import لهذا الفنكشن ولازم نعطي ال user email وال subject وال html template نجي الى اهم شي هنا لازم نحدد gmail address وال app password لازم نكتب هذا وهذا في dot env فاجي وافتح dot env هذا وهنا اكتب app underline email underline address يصاوي هنا لازم تكتب gmail مالتك جدا مهم لازم يكون gmail فاني رح اكتب gmail مالتي اللي اريد ارسل بيها email للمستخدمين وبعد نكتب variable ثاني app email password هذا رح ناخذها من google اعمل copy لهذا control c واجي هنا امسح هذا يعني هذا واكتب process dot env dot app email address واعمل copy control c ولازم ايضا اخليها هنا وايضا عدنا الاب password هذا ctrl c اجي واخلي هنا process 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 env dot app email password هذا شكل لازم لازم ناخذ الاب password من google افتح google chrome اهنا اهنا لازم تفتح google chrome مع هذا gmail address اللي خليته اهنا اضغط على الصورة multi manage your google account اهنا عندي security اضغط على security اهنا اهنا عندي app password اذا تريد تعمل app password لازم من قبل عامل two step verification اذا انت ما عامل two step verification تجي اهنا تعمل ال two step verification راح ياخذ منك الفون number مالتك او email اخرى من تعمل two step verification تقدر تعمل app password اهنا مكتوب app password اضغط على app password يفتح لي هذه الصفحة ويريد مني password multi يعني password gmail اخلي password next جميل فتح لي هذه الصفحة اهنا مكتوب select app اختار mail واهنا select device 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 multi windows computer اذا انت تشتغل مع mac اختار mac او تشتغل مع غير operation system اختار other انا اشتغل على windows فاختار windows computer اضغط على generate اهنا اعطاني ال app password اعمل copy من هذا ال app password copy واجيبها وين اهنا اخليها في dot env احنا جدا مهم هذا ال app password لازم ما حد يحصل عليها طبعا انا بعد ما اكمل تسجيل هذا الفيديو راح اغيرها جميل فكملنا ال configuration لل sending email طبعا راح تاخذ وقت كثير اذا نكمل sending email في هذا الدرس فرح اوقف التسجيل وفي الدرس القادم راح نكمل sending email شكرا جزيلا لكم واراكم في الدرس القادم اشتركوا في القناة